قال الرئيس سيسي إن الهدف من ميناء العريش وتوسعتها أن يكون لدينا ميناء عالمي في هذا المكان مع وضع ذلك الميناء على خريطة مواني مصر على سواحل البحر المتوسط وأشار إلى أن ما يتم من تطوير لا يقتصر فقط على العام الجاري أو العام المقبل بل يمتد على مدى نحو 25 عاما من التطوير والتنمية في سيناء العريش اللي بنتكلم عليه الناس كتير برضو دمهم أو نقولوا دلوقتي مستغربة أن نحن نعمل عملية توسعة للميناء ويمكن هذا الظاهير الخلف بتاعه في بعض المساكن تعود الدكتور مصطفى ونخلى عشان إيه؟ عشان النهاردة نعمل ميناء عالمي في المكان هذا يعني أرجو أن الناس تسمعني أبنائنا وأهلنا الموجودين ما يتصوروش أن نحن نعمل هذا يعني لا نعمل شيء غير اللي كانت موجودة قبل كده خالص أنه ما نحط ميناء العريش على خريطة مواني مصر على سحر البحر المتوسط أنت بتتكلم في ميناء عملاق يقدر يطلع كل المنتجات اللي بتطلع سواء كانت عدين أو منتجات زراعية الكلامنا مش معمول دلوقتي الكلام اللي احنا نتكلم فيه ده يا جماعة مش معمول للسنة دي ولا للسنة الجاية ولا لا احنا نتكلم على خمسة وعشر وعشرين نيام سنة يمكن من التطوير والتنمية اللي حتم إن شاء الله في سيناء ونتاجه اشتركوا في القناة